نقول محاولة اجتياح بري فاشلة في غزة نقول هو ليس اجتياحا بريا بل هو مجرد توغل وخروج شو صار بالضبط احنا كنا نهار الجماعة اعلننا بانه حسب وزير خارجي الاردني كنف اجتياح في غزة اليوم نتحدث عن اسرائيل اللي تقول اوقفنا خطط اجتياح بري واسع واسع نتاق في قطاع غزة لكل شيء سبب سعق في كل شيء من اللول راهول يقعد يقع انتصار وانتصار باهر للمقاومة الباسلة وانكسار عسكري بالمعنى التكتيكي العسكري لقوة ضربة مش نفهمكم عليش كان نتذكر بسرعة قتلك راهب وقت اللي اجتياحوا ههار 7 اكتوبر اخذاو من الثكانات العسكرية الي هجموا عليها المقاومة الباسلة اخذاو مخاططات الهجوم اخذاوهم ودرسوهم بحيث خلاو الجيش اسرائيلي ازموا يعاود خطط متاعهم بكلها برمتها الاجتياح برا برا اجتياح غزة شو قاعة قاعة قد ومدة يحضروا لكن كما قلت غابت عليهم الفونكشون برنسيبال يعني اللي هي الاستعلام ما عندهم مش معلومات قبل كانوا عندهم 72 عامي لداخل تقضى عليهم كانوا عندهم امكانيات بيش يشوفوا الامكانيات وكانت تذكر جبت المعطى الاهم قلت كله كان يطلع وكون 99% عندي يعني كنت متأكد المقاومة عندها كورنات اي نعم واول فصيل اول نعاود راهو مش اجتيح بري اول فصيل مدرعات اسرائيلي تخل 900 متر مش في غزة تخل في المنطقة الزراعية فقط يعني في المفتوح ضربوه اربع كعبات كورنات ضمروا الدبابات ورجعوا هاربين جبدوهم باللي بل فم عندهم دبابات جر الدبابات المحطمة وهاربوا ليش لانه كما قلتك الكورنات هام الصور متاع الدبابات الغربية محطمة في اوكرانيا بسلاح الكورنات راهو دمرهم راهو اسطورة اليوبارثنين الالماني والابرامس الامريكاني الكل تحطمت في اوكرانيا شوفوا الدبابة هذيك دبابة اللي هي الفلورون يعني فخر الصناعة الالمانية واقوى دبابة العالم شوفوا الحالة اللي رادتها فيها الكورنات اكدك اللي اللي قامت به اسرائيل فقط هو نوع ما يسمى بالمعنى التاكتيكي يعني الاستطلاع بالنار يعني ما عنديش معلومات ندخل معناها جزئيا في مكان باش نشوف قدرات العدو وتفاجأوا وصدقون يراهم لم يدخلوا شبرا واحدا في المدن على خاطر خلينا نفسر للسادة المستمعين مش معناها هجوم هجوم تقوم به المدرعات تحتل المكان ثم يقع تثبيته بالمشات معناها ما نخرش منه اذا كان اخرجت اراني هزمت اراني رجعت على عقابي خاسرا مهزوما وهذا يا اللي قاعد نشوفوا فيه انا نتكلم هنا بالمعنى العسكري التاكتيكي القتالي راولي قاعد يصير وص متعار في اقوى جيوش العالم وهذا يا ليش امريكا قلت له ما تهجموش ليش لاني بش هزيمة اخرى وقال هاريتنياهو قال لابد ويتكلم على انهيار الدولة تصوروا اسرائيل الكبرى العظمى الدولة المحتلة هذه رئيسها يتكلم رئيس حكومتها على فرضية انهيار الدولة بهذا يا هذاك عليش قلت لكم راهوا من راب المستحلات بش يقع اجتثاث المقاومة حاولوا بش يعملوا كيما عام 82 حيصار بالنار نرمي 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 ثمش ما تسلم لكن ثم مؤتسا طب بعد نقول لك عليهم مثلا مؤشرة اخرى رجعين رجعين توتسويت فاصل قصير وهيذي ناس الديوان مرحبا صباح الخير تونس ابدأ صباحك ببرشة بوزيتيف فيبز وخوذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانيرجي معايا انا ايمان ساكوحي من الاثنين للجمعة من الستة لسبع متاع الصباح ديوانا فام صوتكو